أزمة كبيرة اتسببت فيها نكتة ألقتها الرقصة المصرية الشهيرة نجوة فؤاد في حوار لها مع جريدة الجمهورية وكانت النكتة سبب في مهاجمة الشيخ كشك ليها بعد مخصص خطبة أحد أيام الجمعة وقام بسرد كل اللي قالته الرقصة واتهمها بأنها أهانت المساجد وأئمة المساجد واستخفت بيهم إيه اللي قالته نجوة فؤاد وليه غضب الشيخ كشك تابعونا بعد الفاصل في حدثة ما كانتش الأولى من نوعها استضم الشيخ كشك بنجوم الفن بعد أن عقب على حوار نشر للراقصة على صفحات إحدى الصحف المصرية ألقت فيها نكتة بتقول عندما ذهب فاروق جعفر نجم الزمالك علشان يصلي الجمعة في المسجد اللي جنب بيته شاف الخطيب اللاعب محمود الخطيب لاعب الأهلي بيصعد المنبر ففر هاربا وكملت ما لقيتش حاجة تدحك في النكتة غير المسجد والإمام وهنا عقب الشيخ على حوار نجوة فؤاد في خطبة كاملة يوم الجمعة بالنص التالي إننا قوم نملأ الدنيا ضجيج لكن قلوبنا خوية على عرشها قد هن على أنفسنا فهن على الناس حتى طالعتنا جريدة الجمهورية بنكتة سخيفة لراقصة سخيفة أعف لساني عن ذكر اسمها نكتة الراقصة لم تجد ما تضحك عليه إلا المساجد وأئمة المساجد اسمعوا هذه النكتة التي قالتها الرقصة المصرية العالمية الشهيرة التي تسمى نجوة اسمعوها وبعد أن قص النكتة على الموجودين علق وقال نكت على بيوت الله يا شعب بزيزو الرقصة بتلقي نكت على المساجد لما صعد الخطيب المنبر ولا فاروق هاربا وهذا ما أفلحنا فيه فلحنا في نجوم الكرة ونجوم المسرح والغناء حفظنا الغناء كله والأفلام كلها ومحطة القرآن الكريم تبيت تشكو لربها ظلم العباد مشيرا لأن الرقصة لم تجد ما تضحك عليه إلا المساجد وأئمتها ودي ما كانتش المرة الأولى اللي هاجم فيها الشيخ كشك الرقصة نجوة فؤاد ففي مقال باسم أيام الوعز والسلطنة للكاتب محمد الباز تحت عنوان لنبطشي لماذا هاجم كشك نجوم السينما قال بوصف موقف الشيخ كشك بتعالي شديد يحيط به جهل أشد بيقول كشك في الخطبة رقم 313 اللي ألقاها في 13 إبريل سنة 1979 صدرت جريدة الجمهورية الغراء تقول تحت عنوان السينما تحتضر هذه مشكلة وأخذوا يطرحون الآراء لماذا تحتضر السينما قالوا لأن الدولة تدخلت في شؤونها وقال عبقري آخر بل أن أجرة الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات قد زادت وارتفعت وهنا بيقطع كشك الطريق على ما قرأوا ليقول رأيه لا تقولوا السينما تحتضر إنما يقولوا الأخلاق تحتضر المرؤة تحتضر الكرم والإخلاص وروح التعاون يحتضر وبيكمل إلباز كلامه بعد ما ساب رأيه في السينما يمسك بثوب نجوة فؤاد اللي قال عنها أدلت السيدة الجليلة نجوة فؤاد بحديث قالت فيه اسمعوا اسمعوا ماذا قالت السيدة نجوة فؤاد قالت أن الرقصات المعتمدات رسميا عندنا ثماني رقصات ويوجد ألف رقصة لا يوجدنا الرقص وعلق على كلامها لأنهم هاربات من بيوت الزوجية زوجات بيهربنا من بيوت أزواجهم علشان يشتغلوا رقصات هكذا قدلت السيدة الجليلة لا تعلموا البنات الرقص وبرر إلباز وعلى حسب كلامه أن أراء الشيخ كيشك في الواقعة دي وغيرها من وقائع ممثلة من هجوم الشيخ على الفنانين لأن الشيخ كيشك كان عدوه لأي إبداع وأي شكل من أشكال الفنون المحفزة على التفكير وكلماته بتعبر عن روح ترفض الحياة وأن كيشك استغل هجومه على الفنانين بالإسم لتحقيق الشهرة وجعل نفسه في منافسة معهم ووصفوا بالواعز اللي كان بيقوم بدور نبطشي الجماعات الإسلامية لتكسير عظام أهل الفن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر